برئاسة معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب عقد المجلس جلسته العادية التاسعة من دور العقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس وسهل المجلس جلسته باخطار وعرض الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 والمرافق للمرسوم رقم 70 لسنة 2020 وبخصوص مشروع قانون بشأن حضر واستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة وتدميرها والمرافق للمرسوم رقم 73 لسنة 2020 وقرر المجلس إحالة الرسائل الواردة مع المشروعات إلى اللجان المختصة بعدها قرر المجلس الموافق على مشروع قانون بشأن البيئة والمرافق للمرسوم رقم 65 لسنة 2019 وتمت إحالته إلى مجلس الشورى هذا وقد ناقش المجلس ومشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية كما ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 الأهم في مشروع قانون البيئة والتي تكون من 125 معدد كثير من الأمور ما كانت لها هناك قوانين يتم مخالفة بعض الإجراءات التي تحمي بيئتنا والعلى يمكن دستور مملكة البحرين ركز على حماية البيئة مثل هذه التشريعات بتركز على حماية البيئة قد تسربات النفطية الردم كثير من الأمور هذه راح يشملها هذه القانون المتكامل اللي أقر اليوم من خلال جلستنا هذا المشروع الكبير اللي يعتبر من أكبر المشاريع اللي في هذه الدورة من بعد القانون البحري طبعا كان هناك جهد كبير مبذول من قبل المجلس العلاء للبيئة مثل ما ذكرت لك البحرين سباقة في تحديث كل مشروعاته ترجمة نانسي قنقر